اشتركوا في القناة 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 يمكنك اختار هؤلاء كلهم طبعاً كنت صغيرين كلهم اضعه 200 في 200 هناك هذه Aspect creation لو اضعت عليه علامة صحة لا يؤثر على عرض الصورة الأساسية وكانت الصورة مستطيلة يفضل انك تضعها بالشكل نفس الحكاية هنا هل تحفظه مكان معين او لا يمكنك اختار فولدر معين او انك تركو بنفس المجلد طبعاً ولا تسوي بالنسبة للتوكومنت الناس يمكنك تحول من الصيغة الى صيغة وممكن تحول من صيغة من صيغة دي او سي الخاصة بالوارد الى او دي تي الصيغة الحرة من صيغة مغلقة الى بي دي اف مثلاً من اج تيميل الى اخر فيه صياغ كثيرة للبرنامج البرنامج الى الان استخدم ولم حصلت فيه اي عيب حتى الان تمام بس لذلك قد تحتاج بعض الحزام مضيح الحزام زي ما انتم شايفين هنا انا ما ثبت اللي هي بايثون ماجيك وفي حزمة ثانية اسمه يوني كومف طبعا ما رح تحتاجها هذا اذا كان عندك ال FFMPك ما عتحتاجها لكن اذا حولت صور ممكن انه يطلب منك البايثون ماجيك تمام عشان تحول صور انا بالنسبة لي ما رح حول صور مركبة البايثون ماجيك تمام لكن عندما ترك البايثون ماجيك رح يحول عندك الصور بدون بشكل انتهى الدرس بتاعت موجود رابط التحميل اي استل اي استفصارات جاهزين بمنتدى الدعم الفني ان شاء الله نشوك ان شاء الله بالدرس جاي وفي امان الله